اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة على اهمية تعزيز الشركات بين مختلف دول العالم ومواكبة التطورات من اجل رفض القطاعات التنموية ودفعها نحو مسويات اكثر التقدما جاء ذلك خلال ترأس سعادته وفد المملكة المشارك في اعمال النسخة الثامنة والعشرين من قمة الشراك الفين وثلاثة وعشرين التي ينظمها اتحاد الصناعة الهندية بالعاصمة الهندية نيو ديلهي وخلال الجلسة اشار وزير الصناعة والتجارة الى حرص مملكة البحرين على المشاركة في مثل هذه القمة والتي تساهم في التعرف عن قرب على اهم تطورات العالمية للتحول نحو الاقتصاد الجديد والمستدام معاكدا ان جمهورية الهند الصديقة تعد من كبريات الدول الاقتصادية التي رسمت لنفسها حضارة اقتصادية متميزة منذ القدم متمنيا ان تحقق القمة اهدافها الطموحة التي تسعى الى تعزيز الشراكات وتشكيل تعاون اقتصادي جديد بين دول العالم اشتركوا في القناة